موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامقنا وبرنامقكم باص الفلوس الموسم الثالث هذا الموسم مختلف عن الموسم اللي قبل هذا الموسم بنطلع الناس بأن يسألوا مسئلة إن قاوبونا صح بقا يربحوا معانا أربعين ألف وإنما قاوبونا الصح بقا يربحوا معانا خمسة ألف ونبتد حلقتنا لهذا اليوم من مدينة العلم والعلماء تريم فخلوكم معانا حيا كيف الحال؟ حيا كيف الحال؟ حيا كيف الحال؟ حيا كيف الحال؟ كيف أموركم؟ والله الحمد لله كيف حالكم يا شباب؟ أهمتوا أنستونا إن شاء الله الله يحفظك أعطيكم العافية إن شاء الله نحنا نسرونين بموجكم إن شاء الله حبيبي الله يحفظكم السلام عليكم عليكم السلام والطلاة وبركاته كيف الحال؟ الحمد لله على سلم حالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ الحمد لله يا حي وسهل الله حي كيف الحال؟ الحمد لله بخير السلام عليكم السلام والطلاة وبركاته كيف حالك يا حبيبي؟ الله عطيكم العافية إن شاء الله السلام عليكم وعلي السلام حيّة كيف الحال؟ كيف الأمر؟ طيبين إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ الحمد الله كيف الأمر؟ الحمد الله الاسم الكريم؟ أمين سعيد باصنبل تشتغل ما تشتغلش والله عمل خاص طبعا عمل خاص ما شاء الله تبارك الله الله يزيد ويبارك لك في ذلك الاسم الكريم فريح عمر ياعمر مديري التريمة حسن سعيد باسم ولد ما شاء الله تبارك الله تشتغل ما تشتغل شاء درخ علامي مدير merde إدارة التعليم التريمة مدير؟ علامي مدير الإدارة آthrough إدارة التربية التعليم ما شاء الله تبارك الله إعلامي إعلامي نعم دخلت علام درست علام؟ ايش بالضبط تتخصص بالله الخصوصي صحافة صحافة ما شاء الله تبارك الله يعني باين يقول لك سيماهم في وقوهين حياك وكيف الشغل في تريم حاليا والله شغل الحمد الله نسبيا نسبيا الحمد الله قصيسة ايد احمد بقى سنبول ما شاء الله كلهم بقى سنبول الرابع شخص بقى سنبول ايو انا ممكن المسيطرين على تريم انتوا يعني لا لا بس اسره كبير هنا في تريم ما شاء الله طب كلكم تقربوا البعض اكيد ايو ما حياني القليل منهم متبعدين كده صالة سنبول ما شاء الله ما شاء الله يا اخي با سنبول سيطروا على تريم نعطي كلام حياك والله نسبي تريم الله يحفوك يا احبي مرحبا رمضان عيسن بارك من ابناء محب الله تريم ما شاء الله تبارك الله طيب تشتغل ايه اشتغل اسكري اسكري ايو الله يحفوك ورزوك بإذن الله خالد عبدالله فريبة حريش خالد عبدالله فريبة حريش طيب السادي تعرف البرنامج هذا ولا لا اعجب طبعا تابعته في رمضان اه حلو جميل جدا طيب هذا الموسم مختلف عن الموسم من قبل هذا الموسم بسألك إن قابل بتنصح بتلغي 140 الف ان شاء الله ما قابل بتنصح بتلغي 5 الف ان شاء الله جاوبك صاح والاقل 40 تعرف ثعبان البحر ثعبان البحر اوه انتو تسموه حنش البحر ايه هو له اسم مشهور نشي نعرف ايش الاسم هذا فيه على ما ظن يقولونه أخطبوت الأخطبوت أخطبوت أخطبوت فكر فيه زي قلع باورازك أخطبوت ثعبان البحر الخم لخم أه لخم لخم ماذا محود يعني حاجة تانية مش هو ثعبان البحر لا بش غاب للاسف ما قبت ليش الغاب الصحيح اسم الشاء اللي ثعبان البحر أه الأسم مشهور أغلب الناس ينادوا ثوبان البحر تذكر فيها كيف يمكن أن تجي معك ثوبان البحر يسمو ثوبان البحر نعتمدها لها الأسف الإيكابة غير صحيح ثوبان البحر تعرف ثوبان البحر ثوبان هاي هذا السماك القرشي قريب لا 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 اسماك القرشي ثوبان البحر الحلاش أيوة حنش البحر طب حنش البحر حنش البحر نسمح بحنش البحر هذي لأن حنش البحر هذي لا تخوفه ماهكم الحنش البرية اللي ليش يعني عدا خص ولا؟ لا هذاك الحنش ما فيها سم آآ أيه إن معها البرية فيها سم وتبتل يعني بس أنا أعرف إن الحنش البحر فيبه كهرباء كذا يقولوا معقول يعني الكربائي معقول إنه عبر الحصات هذي يلاقون فيها أي حي كرهبة أو شي لأن الكائنات دي فيها كل شي ربك يعل فيها كل شي فعلا فيها منافع وخيرات للناس فعلا 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 آآ القواب إيش هو؟ ناقلنا مشي نعرف الإسم الأشهر لثعبان البحر أو حنش البحر حنش البحر حنش البحر نسمح هذه حنش البحر إنها لا تخوف على بني آدم لا 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 نحنا بس نشين يعرف إيش اسمه اسمها يقولونها حنش البحر يعني أقبل حنش البحر حنش البحر أو كائنات البحر يعني موقع يعني وفيها كل شي يعني يعني هذا الاسم المشهور حقه حنش البحر المشهور حنش البحر المشهور عرفت وضعبان البحر أقول له حنش البحر أيوة أيوة في له اسم شائع يعني الناس أغلبهم من أدوب هذا الاسم إيش الاسم هذا؟ هو حنش البحر أيوة بس في له اسم اسم آخر يعني أيوة ثابان البحر فرس البحر واللي جيء لا 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 فين الفرس وفين الفرس لا ذاك ثاني وذاك ثاني أيوة بالراحة ثاني ممكن تقرب لي ثعبان البحر مره مره صراعي ثعبان البحر له اسم هو ثعبان البحر كيش؟ لا لا في له اسم حتى في هذا النادي كده النادي باسم ثاني وكثير مناطق النادو باسم ثاني مش انه نحنا اللي النادي فيه ناس كثير النادو بهذا الاسم قريباً صوت البحر له صوتك أو اللي شيء؟ اختار اليقابة وقل لي اعتمدها مم هو نفسه حنش البحر هو نفسه حنش البحر بس حنش البحر وثعبان البحر لهم اسم مختلف ثالث يعني ايوه هو هذا اللي نادوه الناس دايماً قلعب براسك ما بيش؟ ما طلع بداً حنش البحر نعم اسمع النوالي حنش البحر ايوه في له اسم مشهور الناس اغلبهم يعرفوه ايش وهذا الاسم؟ طعبان البحر هذا السؤال بالراحة بالراحة افكر بعادي بالراحة اه اسمع حنش البحر حنش البحر ما تعرفش حنش البحر؟ انت مش عايش معنا اذا انت ما تعرفش حنش البحر؟ لا نعرف حورية البحر من دريال حورية؟ طبع حرفت حورية البحر ما عرفتش حنش البحر؟ لا اه اول مرة اسمع بعنا صدق طعبان البحر؟ لا كيف يجبلك السؤال انت ما عرفتش؟ هاي والله الصراحة انا اول مرة اسمع بعنا حنش البحر حنش البحر ايوه هذا حنش البحر اسمه حنش البحر ايش؟ حنش البحر ايوه تعرفوه ايوه اسمع بعنا ما عرفوه ما بلا شفته شيء نسمع بس عنه طيب حنش البحر في له اسم معين مشهور مشهور جدا الناس اغلبهم يعني انطقوا بهذا الاسم ازيز ايش؟ ازيز ازيز انتو تسموه بحضر موت يعني ازيز؟ ازيز اه لا بس مش هو الاشهر هو ازيز عندنا اشهر حيك هو بحضر موت ازيز وهلا هذا حنش البحر اسمع تموه ازيز ازيز غير رضي معلومة جديدة معلومة جديدة علينا بس مش مش اللي نحن نشيه نحن نشيه حقه الاشهر منه فيه ناس كثير يعني ينطقوا بهذا الاسم ازيز 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 طيب شوف افتر واحد مننا إن شاء الله على كوندا كوندا انقليس أو فوعلية انقليس على طول كدة جبلي فرسة طيب ماشي فرسه السؤال الثاني يقول يا أستاذي يقول أذكر لي أو أين يقع أشهر محمية سلاحف في هضرموت؟ في كده المقلة كده يقول لها ايه؟ وده الحامي يقول لها مش رشي ماشي عندكم يعني بس انه سؤال بسيط جدا بسيط نعم بس عارفه بس يعني ما قد تروحت من هي تربش تربش الكاميرا اي 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 انا معك اي 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 انا معك حال بكر يمكن تقي معك اي اي عارف هي كم مرات تروح لعدة مع الحامي اه اه؟ وعد الحامي هنا هي فوق طب ان حان شي اسم أصلا ما يشيب طيارات كده انت قيت على أبسط سؤال عاد كله وقت على الصعب تقول لي دحان من خيارات من الان طب ان팎 كيف حالك؟ والله أنا ذاكرها بس ما أطلت على الأسئلة الواحد اللي ما يدور المعلوم هو إلا قياش ما حالك؟ والله أنا راحت لها مشت كذا ما أطلت لأننا أكثر من أربع مرات تروح لها بس آجت طبعاً في شرمة في ديس شرقية في محافظة؟ في محافظة حضر الموت طبعاً منطقة ديس شرقية اسمها محمية شرمة ألف مبروك ربحت معنا أربعين ألف ريال مقدماً برنامج باص الفلوس انت قلت قيب الأربعين وما شاء الله قيبت الأربعين الحمد لله هذا من فضل الله طبعاً ربنا عارب بالظروف وظروف البلد وظروف الناس وهذا كلام مفضل من الله الحمد لله نشكري أنا أعرف ذلك يا حبيبي شعر رفتنا ومنورتنا أحباً سهلا وألف مبروك مرة ثانية أحباً سهلا صراحة 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 أنا أعرف والله أعرف أول حاجة الثقافة يعني العسكرية عندي ضعيفة يعني يعني أنا احنا في المجال السياسي نبعد كثير بالأمور يعني حوامنا أعلامي مفروض بكون عندي يعني قليل من كثير من المجالات بس في المجال السياسي نحاول نبعد حكم حكمنا في اليمن نزاعات وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يرفعنا كل هذه الحروب إن شاء الله عمين يا رب العالمين طيب يعني ما فيش قوط وهذه عشان ما تنزوش مننا الزعلان هذه خمسة ألف ريال مقدمة برنامج باص الفلوس شرفتنا ونورتنا ولنا زيارة إن شاء الله ثاني مرة يا حجاب سهلة هاي هاي يكون الطيران متألم بهذا في أمريكا أجمالي عندي نعم أغلبه أمريكا هاي صلاعة أمريكا هاي طب بس الاسم ايش اسمه المسابرات الصوت أو نفافات أو يعني هذي هي أشهر طائرة اسمها كده هاي هو حربية نقولها نحنا طائرة لا لا هو كده اسمه 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 حربية طب أيوة بس في له اسم عين أشهر ثناعة يعني مش أشهر ثناعة لا لا فيه واحدة صنعت ولها اسم معين سموها كده كده مثلا يعني لما يقولك مولود انت تسميها كده كده آآ مسميات يعني ايو مسميات أنا عصد طائرة البن هذه هذي كبتر ايو ايو فيه واحدة اهه قدر الأشهر الأشهر يعني البن هذه اسمها البن البن اه انتبتها إن شاء الله للاسف آآ هذه قابة غير صحيحة كان بدنا انك تربح معنا آآ لكن هذه خمسة ألف ريال مقدم برنامج باص والفلوس عشان ما ننزلكش الزعلان من عندنا لسعادكم الله أنا كرم يعني يزاكم الله خير وتضيفكم عندي في البيت على القضاء الله يكرمك يا حبيبي الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك تكفي الكلمة الطيبة هذه الله يكرمك بستة عشر هذا نعم الأنواع بس لا مش هيلة شهر بس حلو إنك ماشي لهذا الطريق أنا أقل شيك يبتري إيقابة مقنعة شوف إذا ما فيش معك الإيقابة معنا لك وسيلة مساعدة اللي هي الاتصال اللي صديق نحب نوفر لك التلفون وإنت إذا معك حد بيقدر يقاوبك بنقدر أن تصلوا قلت لي اسمه اسم أشهر طائرة مقاتلة فرنسية بس اسمها مقارب لستة عشر كده طيب أنا بساعدك لا لا مقارب لا الهوليكابتر ولا اف ستة عشر مم طبعا ما فيش طبعا ما فيش معك حد بيتقدر تصله بقاوبك تمام اه قيبوا التلفون يا شباب ألو صبري آآ أنا في مسابقة هنا اسمه باص الفلوس معك بصاي آآ هو بيسألك المذيع أو بتجاوب انت المذيع حد باص الفلوس نعم بحق السلام عليكم والسلام عليكم وعليكم السلام وعلى الله بركانه صبري 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 كيف حالك الله يحفظك ويزيد خيرك وعافيتك طيب يا رب طيب صديقك وصيب معنا في برنامج باس الفلوس سألنا سؤال وقرر لتصل على صديق وقرر لتصل عليك طيب بس معك ثلاثين ثانية ركز وصح صح معي لأنه بتكزيع الثلاثين ثانية على طول طيب السؤال يقول السؤال يقول إيش أشهر اسم طائرة مقاتلة فرنسية شيخوي إيش؟ شيخوي تقريبا شيخوي شيخوي شيخي أراض معك والله ماشي لا هي كانت فرصة الوحيدة هذه فرصة الوحيدة المساعدة أنا أقول شيخوي 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 طيب مشكور ومشكور ومشكور على القواب يا عزيزي حياك الله الله في أماننا قواب قواب مختلف كليا ماشي القواب الصحيح كان بدنا أنك تربح معنا إيك الله لكن ما منزعك زعنا من عندنا هذه خمسة ألف ريال مقدم برنامج باصول فلوس على غانته غاد المشرق شرفتنا ونورتنا هياك الله إزايك الله ديالة ما عاشي بالسيازة لا لا ما ليش دخل بالسيازة يعني هنا بعيدين عن السيازة بس يعني حاجة مشهورة معلومة عامة هي مشهورة مشهورة مشفورة مشهورة عام عجيب بكر هنا هنا قلعب براسك والله أنا خارب يعني ما فيش إيقابة والله صديق معنا دارة حتى إيش من طائرات حدنا هنا ما عاشي من طائرات حتى زي اللاس عندنا بالأسف والله كان بدنا أنك تربح معنا لكن حظك ونصيبك بس أنت مفروض تكون حق نعم طبعا قبنا لك أسئلة بسيطة والله قبنا لك أسئلة أول سؤال بسيط قبناه لك قلناه يا الله ألف مبروك لا إيش ألف مبروك نحنا يعني هذين قبال الأشخاص اللي مربحوش معنا خمسة ألف ريال عشان ما تزعلش وما تنزلش من باص الفلوس فاضي لا لا مرسيكم الله خير حبيبي شرفتنا ونورتنا ونتو نورتنا والله يوفوك يا حبيبي والله يحفظ كبير شاء الله هذا يوم 27 حربي هذا مثبتة يعني 27 هذين 4 للأسف الإقابة غير صحيحة بس معك تقدر تتصل صديق نحنا معنا وصلت مساعدة ونوفر لك إنك تقدر تتصل لصديق فاتصل إذا تشي نحب نوفر لك التلفون هل في معاك حد بيقاوبك؟ على هذا السؤال معا ما حد بيقاوب؟ طيب أنا بعطيك ثلاث خيارات إذن ما ندام معا أنه ما فيش معك التلفون تقدر تتصل فبنعطيك ثلاث خيارات هل هي رافال أو الهولوكابتر أو اف ستة عشي فكر فيها اف ستة عجل لا رفعت لا ثبت على حبة لا رفعت لا رفعت رافال ألف مبروك ربحت معانا أربعين ألف ريال مقدمة برنامج باص الفوز شرفتنا ونورتنا شرفتنا ونورتنا شرفتنا ونورتنا شرفتنا ونورتنا علينا وعليكم وبكذا نكون وصلنا نهاية الحلقة عزيزي المشاهدين إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا فيها أيضا تظرونا بكرة بنفس هذا التوقيت كان معكم حسين الشرفي والسلام علينا وعليكم موسيقى